دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عددا من الدول الأوروبية المجاورة لبلاده إلى بذل مزيد من الجهد لوقف الهجرة غير الشرعية إلى باريس وذلك عقب وفاة 27 شخصا على الأقل أثناء محاولة عبور بحر المونش الإنجليزي كما أمر الرئيس الفرنسي بنشر طائرات عسكرية مسيرة لزيادة جهود الدوريات على الساحل الشمالي لفرنسا والمساعدة في إنقاذ المهاجرين وأضاف ماكرون أنه عندما يصل المهاجرون إلى الشواطئ الفرنسية على أمل الذهاب إلى بريطانيا يكون قد فات الأوان داعيا في الوقت نفسه كلا من بلجيكا وهولندا وألمانيا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى تعزيز التعاون للحد من الهجرة غير الشرعية